واصل وزير التربية والتعليم وتعليم الفني محمد عبداللطيف جولاته الميدانية بزيارة ستة مدارس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد وخلال هذه الجولة حرص وزير التربية والتعليم على متابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجزة في المعلمين وتطبيق أعمال استنه بمختلف مراحل النقل هذا ووجه وزير التربية والتعليم بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة وشدد على أداء الطلاب للمهم الدراسية خلال المدرسة موجها بالمتابعة المستمرة للحضور والاندباط وتطبيق لائحة التحفيز التربوي والاندباط المدرسي وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة ترجمة نانسي قنقر